منذ فترة ليست بالقصيرة تتكرر الاعتداءات التي تقوم بها جهات تابعة للوقف الشيعي على أراضي وعقارات عائدة للوقف السني في مختلف مناطق العراق تحت مبررات وحجج مختلفة وبحماية من قوات حكومية وميليشيات مسلحة وتواطئ من الطرف السني المعني برعاية هذه الأملاك آخر تلك المحاولات ما كشفته وثائق يطالب فيها الوقف السني في نينوان نظيره الشيعي بإعادة 17 جامعا ومرقدا استولى عليها وتقع في الموصل القديمة الظروف التي عاشتها محافظة نينوان هيئت الأجواء لمزيد من عمليات الاستحواذ اللاقانوني بعد أن بدأت عام 2012 عندما ادعى ديوان الوقف الشيعي ملكية 20 مسجدا في الموصل تلاها محاولة الاستيلاء على جامع النبيشيت الملاسق لمقر ديوان الوقف السني في المدينة في واحدة من أفضح عمليات الاستهداف لمساجد تعد معالم تاريخية للمدينة بني أغلبها منذ مئات السنين إضافة إلى عدد من الأراضي والعمارات التجارية التابعة للوقف وفي تشرين الأول الماضي استولت قوة من الحجد الشعبي على جامع الأرقم ومقر بلدية حي المثنى الملاسق للجامع قبل أن تضطر للانسحاب لاحقا تحت ضغط من القوات الأمريكية التي تتخذ من منطقة القصور الرئاسية مقرا لها الوقف السني في محافظة نينة وأكد أن ما يطالب به الوقف الشيعي لم يبنى على أي أسس قانونية وأن مبررهم في أن تلك الأوقاف كانت تابعة لوزارة الأوقاف قبل الغزو الأمريكي تدحضها الحجج والأوراق الوقفية التي تشير علانية إلى أن تلك الأوقاف كانت من مواطنين في مدينة الموصل ومن المذهب السني ويرى مراقبون أن الوقف الشيعي استثمر الفوضة التي عمت نينة ومناطق أخرى في العراق بهدف تثبيت واقع جديد مستفيدا من الهشاشة التي يبديها رئيس ديوان الوقف السني وكالة المدعو عبداللطيف لهماييم إزاء هذا الأمر لا سيما بعد أن اتهمه نواب بالتفريط بأملاك الوقف السني والتنازل عنها في عدة مدن بهدف الحفاظ على منصبه الذي تولاه كما يبدو مقابل هذه التنازلات وإثر تهم الفساد الكثير التي لاحقته وأولاده محاولات الاستيلاء على الأوقاف السنية تتصاعد مرة وتتراجع قليلا مرة أخرى لكنها تستمر تحت ستار سلطة الغاشمة والتزوير لتكشف عن واحدة من آلاف حالات الظلم وضياع الحقوق في عراق اليوم الذي تحكمه عصابة يقبع رئيسها الذي يخطط لها خارج الحدود